فاضها بمقدار 1.6 مليون برميل حاليا طبعا مزيج برينت اخيرا أقف عند الذهب الذي قفز لليوم الثالث بفضل تراجع الدولار والمخاوف بشأن أزمة ديون اليونان لكن الضغوط استمرت على السوق بفعل توقعات برفع أسعار الفايدة الأمريكية ونزوح أموال من الصلاديق المدعومة بالمعدن الأصفر حاليا أنصة الذهب تسجل ارتفاع بنحو 13% عند 1177 دولار للأنصة وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من أبو ظبيا سيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Security أهلا بك سيد نور سيد نور أبدأ معك من الأزمة اليونانية هل تتوقع أن يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن حل الأزمة اليونانية بما أننا نترقب اجتماع رئيس الوزراء اليوناني مع المستشار الألماني والرئيس الفرنسي نعم عملية الشد والجذب ستستمر حتى غالبا نهاية الشهر الحالي بعد تخلف نوعا ما يمكن أن يسمي تخلف اليونان عن سداد ديونها في يوم الجمعة الماضي لكن تم تجميع هذه الدفعات حتى نهاية يونيو وقد يتم دفعها من جديد لكن بالنهاية نعتقد أنه سيتم التواصل إلى اتفاق سواء بالساعات أو الأسبوع القليل المقبلة لكن يجب التواصل إلى الاتفاق قبل نهاية يونيو الجاري نعم في ظل الأمام شهدنا خلال الجلسات الماضية تذبذبات حادة للمؤشرات الأوروبية برأيك إلى أين تتجه الأسهم الأوروبية؟ وهل إمكانية خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي؟ سيكون لها تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي؟ بتأكيد هذا الشيء الذي شهدناه طوال فترة الأسبوع القليل الماضي يعني على الأقل مؤشر داكس أو مؤشر داكس الألماني إلى الآن شهدنا انخفاض بأكثر من 11% منذ أن وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ عند حوالي 12400 نقطة في الوقت الحالي هذه التذبذب سيستمر لأنه لدينا شيئين مهمين أولا المشكلة اليونانية لا يوجد لديها حل إلى الآن وتصريحات والإشاعات لازالت تلعب في الأسواق اليوم شهدنا نوع من التعافي نوعا ما قليلا في الأسواق الأوروبية نوعا ما داكس مرتفع بحوالي 19 النقطة المئوية لكن هذا الارتفاع قد لا يستمر لفترة طويلة هذه من جهة الجهة الأخرى الجميع الآن مرة أخرى ينتظر القرار أو قرار البنك الاختياطي الفدرالي الأمريكا المنتظر منذ زمن وهو في يونيو لأن الفدرالي كان يذكر أنه بداية رفع أسعار الفائدي ستكون في يونيو الجميع سينتظر هذا الاجتماع خلال 17 يونيو الجارة أي يوم الأربعاء المقبل هذا الشيء سيؤدي إلا استمرارية الزخم في الأسواق وأيضا تدفد في نطاق واسع دون وجود اتجاه واضح حتى يوم الإعلان عن قرار الفدرالي الأمريكي نعم الذهب استغل تجدد المخاوف بشأن الأزمة اليونانية ليقفز للجلسة الثالثة على التوالي لكن من واضح أن المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو كان لها تأثير أقل على الذهب ما كانت عليه في فترات سابقة كيف تفسر ذلك وإلى أين يتجه الذهب المرحلة المقبلة الذهب نوعا ما منذ بداية العام الجاري لم نشهد هذا التحرك الكبير يعني الباند أو التذبذب في أسعار الذهب خلال العام الجاري كان بين مستويات 1161 و1320 ومن ثم يعني تداولنا في نطاق ضيق ما بين 1220 و1170 إلى الآن لم نشهد أي تحرك كبير جدا هذا التحرك في هذا النطاق يعتبر نوعا ما غريب لكن بنفس الوقت لا ننسى أنه بالنهاية سيكون هناك في لدينا أو الجميع بالنهاية أيضا ينتظر قرار الفدرالي الأمريكي الذي سيكون له تأثير كبير على الأسواق هذا فيما لو قرر البنك الاحتياطي الفدرالي عدم رفع أسعار الفائد في الأسبوع الماضي هذا الشيء فيما لو حدث سيكون هناك في لدينا فاكتور جديد أو نوع من الإشارة الجديدة الإيجابية لأسعار الذهب أن تبقى فوق مستويات الـ 1160 معدم اختراقها مرة أخرى نحو الأسفل أما فيما لو تم رفع الأسعار قد نشهد نوعا ما أيضا مرة أخرى عودة الانخفاض في أسعار الذهب قد نصل إلى 1090 دولار لكن مدون ذلك نوعا ما نستبعد ذلك نعم من الذهب إلى العملات إلى أين يتجه اليان عقب تصريح محافظ بنك اليابان المركزي نعم اليان وصلنا إلى 122.82 تقريبا اليوم هذا الشيء على إثر حديث لرئيس البنك المركزي يذكر أنه يستبعد أن يضعف اليان بأكثر من ذلك لكن الشيء الذي يجب أن نفهمه هنا أو حديث نوعا ما هذا البنك يشير إلى أنه طبعا هناك نوع من الإيجابيات التي تشهدناها خصوصا أولا نمو نتج المحل الإجمالي للربع الأول الذي تم تعديله إلى 1% وهو أعلى مستوى منذ حوالي الربع الثالث من العام 2013 هذه من جهة لدينا أقاليم في اليابان سجلت أيضا أرقام نمو مهمة شهدتنا أيضا ارتفاع في الميزان التجاري وأيضا الحساب الجاري في الفائض في الحساب الجاري هذا الشيء يعطي مرة أخرى إشارة إلى نوع من التحسن بسبب التيسير الكمي لكن الحديث نوع من الممكن أن يكون هناك فيه نوعا ما خلال الفترة المقبل الحديث عن بداية تخفيف التيسير الكمي لكن هذا الشيء غير مطروح نوعا ما الآن لكن حديث البنك يعطينا نوعا ما إشارة إلى بداية هذا الشيء لكن في الوقت الحالي الدولار مقابل اليان لدينا مستويات 122 عشرة يجب الانتباه إليها لكن الاتجاه العام للدولار مقابل اليان يبقى مرتفعا طالما أنه يستمر في تداول فوق مستوياته 120 هذا الشيء الذي ننظر إليه إلا طبعا فيما لو طبعا شهدنا نوعا ما تأجيل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشيء ممكن أن يزور 120 من جديد سيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Security شكرا جزيلا لك كانت هذه جولة سريعة في أسواق المال والسلع عودة لأحمد لاستكمال بقية النشرة شكرا لك رانا في آخر الأخبار الواردة الآن